موسيقى صباح خير مشاهدين برحب فيكم وعينما كنتوا عم تابعونا بالبنان بالعالم العربي والعالم وقالها وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث يوم الأربعة 25 تموز 2012 بصرني أني رحب بضيفي بستوديو الأب كميل مبارك صباح خير صباح النور طبعا اليوم أول شي حضرتك ضيف عزيز بستوديوياتنا يمكن لأول مرة ضيف على برنامج الحدث مرأنا بس مش بشكل بايف أهلا وسهلا فيك طبعا اليوم جملة من الملفات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمطلبية والأمنية نحن نجرب نبحثها نحن وياك وناخد وجهة نظرك بهذا الإطار قبل الضوح حكومة بدأت تجتمل الناس مثل ما هلأ حنشوفهم لايف بالشارع القطاع العام كله بالشارع اليوم عم يتظاهر في مطالب ما في شي ماشي بالبلد حكومة البعض يراها شبه مشلولة ومعطرة ولزومة لا يلزم والبعض الآخر مصر أنه يدب الحياة فيها حتى ولو على حسابات الناس أحيانا في مكان ما الكثير من الملفات رح نجرب نحن فيها أنا وياك اليوم خلال قبل نقوم بجولة إخبارية سريعة مع زميلة عبير الحلبي نعود بعد وننطرق بالحوار شكرا سامر أهلا بكم إلى هذا الموجز خرج العميد السوري المنشاق مناف طلاص إلى العلن عبر بيان مصور بثته قناة العربية أكد فيه انشقاقه عن النظام ودع المعارضة إلى الوحدة لخدمة سوريا ما بعد الرئيس فشار الأسد والحفاظ على النسيج الاجتماعي في البلاد أطلّ عليكم في هذا الظرف العصيب من عمر بلادنا سوريا حيث تسهيل الدماء البريئة التي كل زنبها المطالبة بالحرية أتحدّس إليكم ليس كمسؤول بل كأحد أبناء سوريا أحد أبناء الجيش العربي السوري الرافض للنهج الإجرامي لهذا النظام الفاسد أطلّ عليكم مترحّما على أرواح سهداء هذه السورة العظيمة وداعيا لفعل مستحيل من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وضمان الشروع في بناء سوريا الجديدة سوريا التي لا تقوم على الانتقام أو الإقصاء أو الاستئسار فواجبنا اليوم كسوريين هو تطميم بعضنا البعض وتفويت الفرصة على هذا النظام وكل من يريد تأجيل الصراع بيننا كسوريين أتحدّث بصفة مواطنا سوريا يفخر بخدمته العسكرية في الجيش العربي السوري الذي لا يقبل شرفائه هذه الجرائم بحق بلادنا وأيّا كانت الأخطاء من قبل البعض في الجيش العربي السوري فإن كان كل منتمن شريف لهذا الجيش ولا يقوم بقتل السوريين أو إهانتهم فهو يطبع قبلة اعتزار وتقدير على جبين كل مواطن سوري حر لحقا به الأزى ممن سولت لهم أنفسهم التنكيل بأبناء بلادنا وهؤلاء الشرفاء هم امتداد لشرفاء الجيش السوري الحر ولذا فإن واجبنا اليوم كسوريين هو التوحد من أجل هدف واحد وهو جعل بلادنا حرة ديمقراطية دون أن نهدمها لنبني من جديد فسوريا أكبر من الأفراد وأعظم من أن يبدأ التاريخة ويمزخ نسيجها فيجب أن تكون سورتنا سورة على الفساد والطغاط لكن دون هدم النسيج الاجتماعي كما أن واجبنا كسوريين يحتم علينا الحفاظ على مؤسساتنا نحن السوريون وليست مؤسسات أفراد اختطفوها أو أفقدوها مكانتها دعوتي ورجائي أن نتوحد جميعا من أجل سوريا موحدة ذات نسيج متماسك ومؤسسات ذات استقلالية همها خدمة سوريا ما بعد الأسد وكان العميد إطلاس قد أدى يوم أمس مناسك العمر في مكة المكرمة حضت الولايات المتحدة نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضين السوريين على العمل لانتقال السلطة والتزمت زيادة دعمها للمعارضة وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحفي نعتقد أنه لم يفوت الأوان بعد ليبدأ النظام الأسد برنامجا لانتقال السلطة يتيح إيجاد سبيل لوضع حد للعنف وكررت كلينتون أنه منذ إخفاق مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يفرض عقوبات على النظام السوري نتيجة الفيتو الروسي والصيني فإن الولايات المتحدة تعمل خارج إطار مجلس الأمن لتوجيه رسالة واضحة فهواها دعم المعارضة السورية وأضافت علينا أن نعمل في شكل وثيق مع المعارضة لأنها توسع سيطرتها الجغرافية مؤكدة أن واشنطن تقدم للمعارضين وسائل اتصال ومساعدة إنسانية وطبية وأتبرت أن على المعارضة الاستعدادة للبدء بالعمل على حكومة انتقالية وأن تلتزم حماية حقوق جميع السوريين وجميع المجموعات السورية وعليها أن تحمي الأسلحة الكيميائية والجرثومية التي يملكها النظام السوري أفض مصدر رسمي تركي أن تركيا ستغلق معابرها الحدودية مع سوريا اعتبارا من اليوم لأسباب أمنية بعدما سيطر مقاتلون معارضون سوريون الأسبوع الماضي على عدد منها من الجانب السوري وأقل المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه اتخذنا هذا الإجراء لأسباب أمنية من أجل مواطنين مضيفا إن إعادة فتح المعابر تتوقف على التطورات الميدانية وصل العاملون في القطاع العام تحركهم اليوم ونفذوا إضرابا عاما في كل الوزارات والإدارات بدعوة من هيئة التنسيق النقابية وقد انطلقت قبل قليل تظاهرة مركزية من ساحة البربير باتجاه السرايا الحكومية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى ذلك من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء في جلساته المقررة في السرايا الحكومية في الوضع المعيشي والاقتصادي في ضوء إضراب موظفي القطاع العام إلى جانب 45 بند إداريا عاديا أبرزها تقرير اللجنة الوزارية حول السجون وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة في محيط السرايا يقيم رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مساء اليوم إفطارا يجمع فيه كل الأطراف في مشهد يوحي بالحوار الوطني وسيلقي سليمان كلمة يضمنها مواقف من التطورات المحيطة بلبنان ومن موضوع الحوار ومن المنتظر أن يؤكد في خطابه ضرورة الحوار ومسؤولية القادة في الحفاظ على هيئة الحوار كمكان جامع لكل اللبنانيين ينتظر النائب لجنبلاط تحديد موعد لاهز لزيارة الملك السعودي وقال جنبلاط في مقابلة مع الأخبار أنه سيشرح خلال اللقاء ملابسات ما جرى معه في كنون الثاني عام 2011 عندما خرج حزب الله من اتفاق الضوحة وفضل نجيب ميقاتي على سعد الحرير حين ذاك ولم ينفي جنبلاط البعد المالي في علاقته بالسعودية قائلا عندما طلبت مساعدة الملك لم يبخل لكن الملك عبدالله صديق كبير وهو يعتبر الدروز عشيرته ويؤكد زعيم التقدمي أن المعادلة السياسية التي تحكم بقاء الحكومة لا تزال موجودة وعندما تسقط تلك المعادلة تسقط الحكومة ورغم الخلاف السياسي مع عون يقول جنبلاط إن عون محقم في قضية المياومين إذا لا بد من حل عادل لهم لكن لا يجوز امتلاك مرفق عام وتعطيله والتقارب مع عون يظهر أيضا في ملف داتا الاتصالات إذا على الأجهزة أن تنسق مع بعضها وتطلب الداتا لمناطق محددة لا للبنان كله شب حريقنا في سوبر ماركت فيلم سايت بي وقد تم إخلاء المباني المجاورة للحريق بعد تسجيل حالات اختناق في صفوف الأهالي وناشد فوج إطفاء بيروت الذي عمل على إخماد الحريق مؤسسة كهرباء لبنان قطع الطيار عن المنطقة نهاية هذا الموجز شكرا للمتابعة وقفة إعلانية ونعود بعدها لمتابعة الحداد فإلى اللقاء مرحبا فيكم جديد مشاهدينا وأجدد الترحيب بضيف الأب كميل مبارك وأبدأ الحوار معه صباح الخير من جديد أبونا أهلا وصحبا سباح النور أهلا وصحبا خلنا نبدأ من مشهد اليوم قبل الظهر بعد قليل اجتماع للحكومة والشارع يلتهب بحركة القطاع العام والأستاذي معهم طبعا ضمنا مشيت المسيرة نحو السرى يعني تجد أدانا صاغية هناك تضع على طاولة البحث سلسلات الرتاب والردب شو رأيك أول شي بهذا المشهد؟ في أزمنة الاحتقان كل مشهد بيكون طبيعي بقطع النظر عن دوافع هذا المشهد وبقطع النظر عن أهداف هذا المشهد إذا بنا نحكي من حيث الأهداف ومطالبي برواتب جديدة أو زيادة معاشات أو سلم رواتب جديد ما في شك أن الأجور في المجتمع اللبناني في القطاعين العام والخاص بحسب السلم لا تكفي المواطن اللبناني كي يستمر في حياته اليومية وكي ينمو في حياته وتحقيق ذاته وتحقيق أهدافه في التطور وهذه المطالب محق في كثير منها مطالب محق أقول في كثير لأني لم أطلع على جميع تفاصيل المطالب بعرف أن المطلب الأول ويمكن الأخير هو تصحيح سلم الرواتب بشكل ينسجم مع مصروف الإنسان أو حياته الاستهلاكية اليومية أنا شايف تصحيح من التسعينيات يعني هلأ السلالم كله بحاجة إلى تصحيح وخاصة السلم المنطقي في البلد بحاجة إلى تصحيح أكثر من سلم الرتم والروات هذا السلم المنطقي بدي أحكي فيه بالتفصيل خلينا نشوف المسيرة لوين تتوجه معي مباشرة زمير رامز الآضية اللي عم بتابع هذه المسيرة المطلبية صباح خير رامز صباح الخير سمر فضال إذن منذ ثلث ساعة تقريبا انطلقت من هنا من البربير مسيرة الهيئة هيئة التنسيق النقابية كذلك أنضم إليها رابطة موظفية القطاع العام هذه المسيرة تنظم تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية انطلقت من هنا من البربير باتجاه السرايا الحكومية من اللافتات المرفوعة كانت واللافتة أنه لا للتسويف ولا المواطلة في إقرار سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والمعلمين كذلك في رفع الحد الأدنى للموظفي القطاع العام اسوة بموظفي القطاع الخاص أيضا هناك إجراءات أمنية مشددة كذلك هناك إجراءات أمنية مشددة بمحاذاة السرايا الحكومية التظاهر انطلقت إلى السرايا الحكومية وحنة غريب كان الحديث لنا ما أشار إلى أن فلتقر جلسة مجلس الوزراء فلتقر جلسة مجلس الوزراء اليوم رفع الحد الأدنى للأجور وأقرار درجات للمعلمين وهم بذلك سيتراجعون عن تحركهم نحن سمسا نواكد هذه التقاورة وسأنتقل إلى سرايا وإذا لم تقر إذا لم يقر مجلس الوزراء هم ذاهبون أكثر إلى التصعيد ولن يتراجعوا على عدم تصحيح على انتحانات بالنسبة للشهادات الرسمية نعم شكرا لك زميل رامز الأرضي وسيكون لنا عودة إليك لموافاة نباة جديد خليني أنطلق معك من السلم المنطقي في البلد فضلا السلم المنطقي بيقول إذا المطلب محق على الأسلوب أيضا أن يكون محق ما بجوز المطلب يكون محق والأسلوب اللي عم طالب فيه بهذا المطلب ما يكون عادل كذلك الأمر محق يعني عادل نعم فأنا مع أنا من القطاع التعليمي كمان وأنا عم بيطالبولي بزولي لما عايشي كمان الشباب وأنا معهم بهالمطالبات إلى حد كبير أما الأسلوب فأحيانا يصل الأسلوب المطالبي إلى سوء عدالي وهذا خطأ غير مقبول بالمنطق السليم هذا هو الواقع اليوم؟ هذا هو الواقع اليوم كيف خلينا مثلا أول مثلا تنأخذ قطاع التعليمي الأسادزي يعني والدرجات اللي عم بيطالبوا فيها ولبالتلحقني إلي إذا وافقت عليها الحكوم هذا المطلب محق أما أن قطع عن تصحيح المسابقات الأولادي وولادهم واخروا بسنة جامعية قادمة على الطلاب فأمر فيه سوء عدالي فكيف بدون يضغطوا؟ بيقدروا يضغطوا بدون ما يستعملوا متاريس بشرية هذي الطلاب اللي قدموا انتحاناتوا بدون ينجحوا أو يسقطوا شو بعرفني هذي صاروا متاريس بشرية أمام مطلب الأسادزي لا فيه اسلوب تاني أنا لو كنت قادر أسر على الموضوع كنت بقناعهم أنهم يصلحوا لمسابقات صلحوا لمسابقات واحد يكفوا بأتصاماتهم أو بإضراباتهم أو بمطالباتهم تعيين لجنة منسقة مثل ما عاملين ما فيه لجنة تنسيق هذه اللجنة بالطالب الحكومي يعني الحوار هو الطريق الأسلم وقيل كما سمعنا بالأخبار وقد يكون صحيح هذا الكلام أنه توافقة لجنة التنسيق مع الحكومة على 80% من هذه المطالب شو بقي بالعشرين بالمئة مبارك يمكن بقي بالعشرين بالمئة هو الأمر الأهم أبونا عم تصير العقدة العقدة بتنفيذ الوعود يعني اليوم أكثر من مرة اجتمعي مع دولة الرئيس ميقاتي ومع معالي وزير الترفيهي قالوا لهم الأول شيء ما تحطوا الامتحانيات حطوا الأسلم بعدين قاطعوا التصحيح قالوا لهم يعني حطوا صححوا لحتى ما عم يعلوا خطوات إيجابية الأسلم صحيح أنا ما عم يقول أن الأسلم أو القطاع التعليمي يحامل السيف والترس وماشي لحتى يخرب البلد لا مش هك أقول بس أنا أقول إذا كان هذا المطلب هني شايفينه شرعي ويبدو من 80% أن السلطة شايفته شرعي بقى آلية التنفيذ آلية التنفيذ إذا أنا بدي أدفع ليرة بدي أدبر الليرة أنا بدي أدفع أنا بدي أدبرها حتى أدبرها شو برأة تعمل الحكومة تدبر المبالغ التي ستدفع إن كان للمعلمين أو للقطاع العام بدأت ترفع ضرائب بدأت تعمل مصدر آخر هذا المصدر قد يكون قروض جديد دين جديد وقد يكون رفع ضرائب جديد رفع الضرائب يعني شو؟ يعني المواطن زيته بدو يرجع يستهلك الزيادة اللي أخذها ويمكن استهلكت لحد هلأ قبل ما ياخدوها بالغلاء اللي بدو يلحق الضرائب قد تزيد التفقاءة مثلا وبجوز تزيد الضرائب المباشرة وغير المباشرة على اللي بتلمون الدولة اللي بتشبيون الدولة فإذا حتى تقدر الدولة تعبي خزنتها تتفضيها بالمعاشات بدأت ترهق مين؟ بدأت ترهق المواطن من تنمين فممكن هذا الإرهاق يؤدي إلى حملة إضرابات وأعتصامات جديدة من قطاع آخر غير القطاع التعليمي والقطاع العام معناتها الحل المقترح حاليا غير موافق للسلم المنطقي الصحيح هل عم بيحكي عنه يا راتب يكتشفوا سلم منطقي صحيح وبيعالجوا الإشكال على بنا اطفيتوا تليفون يعني ليش عم بيق مرتين مش حطوا سائل لا اطفيتوا على بنا بيعذرون معلش وانت بتغذرين والمشاهدين بيعذرون ولا يهمك أبونا تفضل كيف ينطفي برجع بدور مش عم بفهم سحر تعال نحمل المسؤولين مع الوزير السحناوي نحمل المسؤول السحناوي هلأ هلأ جايين على موضوع الداتا وموضوع مع الوزير السحناوي كله بيجي هلأ انطفى على الجد فإذا عمقول أنا الحل اللي بدي يوقعنا بمشكلة تاني ما بيكون حل هذا المنطق الصحيح بيقوله والأساسي مش نقصوا المنطق بالعكس أنه منطقيين بمطالبهم والقطاع العام مما قلت أنه الأساسي مش نقصوا منطق بيرب بارك يعني كمان وصلوا لحائط مسدود هاو دي جامعة لا معهم سلاح يحملوا وينزلوا فيه على الشارع صور يوصلوا لهون صور يوصل لهون يعني ولا عندهم بيشعروا أنه عندهم ممثل حقيقي لإلهم آخذ ينقلهم قادر ينقلهم أفكارهم ما عندهم النقابي إلى طاولة مجلس الوزراء طيب عادة عندهم النقابي والوزير النقابي والوزير ما يبدو مش كثير عم بيتعاون معهم وقت اللي عم يتعاون هو والحكومة عم يخلفوا بوعودهم عم يتأخروا بوعودهم مش عم بيخلفوا حرام نقول عم يخلفوا يعني وعد كازر فينا نقول عم يخلف لما نبيوعد أنه على أول جلسة وتيجي أول جلسة ما بيكون موجود بين جدوى الأعمال لما بيلاقي المخرج الصحيح بيحطوا على جدوى الأعمال أما إذا ما لقى المخرج الصحيح ما بيحطوا على جدوى الأعمال لأنه مش هيتصوت عليه شو هيك أبونا هون لما نبتجي الدولة هي ورئاسة الحكومة بتبلغ هادي الأستاذي هي بتقلون أطعو وهذا هي اللي صاروا استيسحنا كشفها هون على هذه الطاولة كشف المطلب رئاسة الحكومة أنه أطعو أنا منشد معكم من ميلي تاني بدأت كلامي يا أنسة العزيزة بالقول ما هو خلق قبل الإضراب وما هو المطلب فقبل الإضراب فيه أهداف أخرى ما بيعرفوها كل الناس وحتى ما بيعرفوها جزء كبير من المضربين فيه هدف في رأيي أنا وبيعتذر عنه وبيعتذر من زملائي الأساذي كمان هون الأن بعتقد أنه فيه هدف ضغط لوضع الحكومة أمام مآزق عديدة حتى ما تقود تقدر تطلع منها كلها مين مين اللي مش عجبته الحكومة يعني هيك عبتطلع اللي مش عجبته سياسة لا لا نعم نعم الحركة النقابية ما بتنفذ أجندات ولكن بيكفي يمشي الطيار معين حتى كل الناس تمشي فيه بدون ما تعرف أنه هذا الدافع لهذا الطيار شيء طبيعي اليوم لما لبنان مش عمقول الحكومة بس لبنان واقع بمنطقة عم تغلي وهذا الغليان ينعكس عليه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومناخيا والحكومة والحكومة قررت بوقت من الأوقات النائب النفس عما يجري في المنطقة وهذا النائب النفس يأما بده يكون نائب النفس في جميع الأمور يأما نائب النفس يأما تدخل في جميع الأمور هذا النائب النفس جعل الحكومة وكأنها عاجزة عن اتخاذ قرارات خطيرة وكأنها أبونا أم هي عاجزة نحن معودين نحضر ونعرف صراحتك هي عاجزة لا أنا عم أقول كأنها عاجزة لأنه عم بقصد الكلام مية بالمية لما بقول عاجزة بتكون عاجزة بالفعل والنائب النفس لا يعني العجز ويعني تمثيل العجز يعني فيه إرادة إرادة الابتعاد عن اتخاذ القرارات يلي عم يصير اليوم مش عجز لا أبدا ما عم تقدر تطلع بأولا أرار الحكومة تقدر الحكومة إذا بدأ تقدر تأخذ أرارات لا توقعها بمطباط إقليمية خطيرة ولا تتركها كأنها مش موجودة واللي عم بيصير بيبين أنه الضغط الشعبي المدعوم من الداخل أو من الخارج هون بقى مقصة تالتي المدعوم من الداخل أو من الخارج يحاول أن يضع الحكومة بقوله بلعب الطاولة ببيت الياك شو يعني هذا العمال يؤدي إلى أمنيا عجل الحكومة عن قمع أي مخالف أمني واحد هلان بيبين سياسيا عجل الحكومة عن اتخاذ أي قرار خطير خطير بقول سياسيا إقليميا ثلاثي حتى تدبير الأمور الداخلية كقانون الانتخابات وما شابه لم تأتي الحكومة بخطوات جديدة في هذا الموضوع وهذه الحكومة اللي إن شاء الله ما بتفل أنا ضد فلة الحكومة تبهي لأنه بحكومة لا تلبي الحاجة المطلوبة أفضل من أنه نكون بلا حكومة بالمرة لأنه الواقع اللبناني اليوم بهذا الزمن الصعب والعصيب لا يتحمل غياء لا تشوف أن الحكومة هون بكل أطيافة عم عم توقف وعم تطلط وراء فكريت إنه بحكومة مشلولة أفضل من الفراء يعني مجبورين فيي شو معملته ما نحتقدروا تتخلصوا مني لا يبدو وعجبكم ولا ما عجبكم يبدو مش هايك هاي الفكرة شعبيا مقبولة بس واقعيا داخل أطراف الحكومة يبدو مش هايك كيف يعني؟ لأنه كل مرة الحكومة بتحاول فريق من الفرقاء يقدم على خطوة جريئة ويعمل أمور معينة تسهيلا لحياة الناس بيقوم اعتراض داخل الحكومة على هذه الأمور مما يؤجل ويسوف هذا الموضوع شو بيعمل هيدا الفريق أبونا؟ شو بيعمل؟ بيهدد أنه أنا إذا ما بتتنفذ مطالبة أو بدي أتكف أو بدي انسحب أو ما بعرف شو مش عارف أنت أنه أعضاء الحكومة شو ببينفذ أنه يفل؟ ما بيجري يفل ممنوع حدا يفل خذية منك ممنوع حدا يفل مانع الظرف العام ممنوع حدا يفل اليوم أعضاء الحكومة بدون ما سمي فلان وفلان وفلان مسؤولين تجاه البلد تجاه البلد تجاه الكيان اللبناني وتجاه الشعب اللبناني وتجاه السلام في المنطقة في مسؤولية خطيرة على هذه الحكومة هذه المسئولية هي بتمنعهم من أنهم يقدموا على خطوات تحلحل الأمور أو تفكفك الواقع اللبناني أكثر معهم بفكفكوا الواقع المجتمع الشعبي اليوم الواقع المجتمع الشعبي ومنها الإضرابيات والمظاهرات والمطالبات والاعتصامات وقطع الطرقات والدوليب على فكرة بقى شفيه دوليب عتيقة هلا إذا بدك دوليب عتيقة بقى شتليه فإذا هذه المظاهر الشعبية يلي واحد من أهدافه اللي أنا عم شوفه ما بعرف زغيري شايفه بس أنا عم شوفه هو وضع البلد بحالة عدم الاستقرار بدون عدم استقرار نعم البلد في حالة عدم استقرار بدون عدم استقرار يعني اليوم أي واقع بيصير على الطريق قطع طريق معينة يبدوها مين بيشيله عن الطريق ما حدا بيقدر يشيله عن الطريق ما حدا ينزل حدم قبيله أيوة ينزل حدم قبيله المياومين عم يعتصموا بشركة الكهرباء بكرة بينزل مظاهرة سلمية حاملين بفيلات حاملين قناديل مضوية لحتى يقولوا نحن ضد العطل مش ضد المياومين خليني كمل بس نقطة أساسية بالموضوع الحكومة يا أبونا يعني اليوم مين بدنا نتهم أنه عم بيخرب أو عم بعطل عمل حكومي لما نشوف أنه الفريق الواحد التحالف الواحد بقلب الحكومة اللي هو أكثرية في هذه الحكومة هو اللي عم بنتف بعضه بقلب الحكومة شو عليك وهو اللي عم يطلع بوجه بعضه ما تنسي يا عزيزتي أنه هذه التحالف السياسي منه تحالف إلى أبد الأبيدين واحد التحالف السياسي مرهون بواقع سياسي هذا الواقع السياسي اليوم بعده مثل ما كان مبارح وأولت مبارح يعني ما تتصور إذا صار فيه خلاف داخل الأحلاف السياسية الموجودة بقلب الحكومة رح يصير فيه عداوة بيناتهم سياسية طبعا مش عداوة اجتماعية عداوة سياسية لحتى تفرط هذه الحكومة هذه مش رح تصير أما إذا حصل تغيرات قريبا أو بعيدا هذه التغيرات ستحكم على هذه التحالفات نعم أو تبقيها أو بتنقصها أما بتزيدها أو بتنقصها أو بتفكفكها أو بتخلق تحالفات جديدة منحنا بالمجتمع اللبناني صاروا الناس خبراء ومبيني قدامهم مثل جاتل فويكي بقش بدون تحذروا هاي بطيخة أو تيني يعني بقش حدا يتحذر إذا هاي بطيخة أو حبة عنب مش هلقد الغبي الشعب اللبناني الواقع اللبناني اليوم مرهون بالجيران مرهون بالحال الشرق أوسطية مرهون بالربيع العربي مرهون بما سمي الربيع العربي ومرهون خاصة بنتائج هذا الربيع العربي اللي وصل لسوريا وما بنعرف كيف بده ينتهي واللي بيقلك من المجتمع اللبناني السياسي مش الشعب العادي الشعب العادي همومه مكفيته المجتمع السياسي يعني الذين يقررون في شأن سياسة هذا البلد اللي بيقلك مش ناطر نتيجة الأحداث في سوريا سلمي لإعلاق هلأ حضرتك ترحت سلسلة أفكار عنوين يعني عنوين لمحور رح نحكي فيه بالتفصيل بهذا الموضوع خلينا نضل بالموضوع وانتقل إلى نقطة أساسية اللي هي جزء من ما تشهده هذه الحكومة اليوم اللي هي قضية الميومين خلاف كبير صار عمره 98 يوم موضوع الميومين صار عمره 16 سنة عم نحكي على الأرض قصة خربانة قدت إلى إشكلات إشكلات كثير كبيرة وهلأ مثل ما تفضلت وقالت بكرة في دعوة عبر الفيسبوك صارت لتجمع كبير عشية من الأشرفية ينطلق من الأشرفية من ساسين إلى درجة جميزة الحاملين شموع وقنادي المضاءة لا يقولوا أننا مش ضد الميومين نحنا ضد العتمة نحنا بنضاو ما بننا ناكل حقوق الناس وما بننا نقتل النطور بننا ناكل عنا بس هذه الحركات اللي عم بتصير مش عم بتظاهر يعني الحالة اللي صارت قبل واللي عطيت صورة مش كتير حضارية يعني للتحركات وصار في ضرب بين الفريقين وانفلت الأمر ومعت فيه قدرة على ضب ضبطه رغم موجود قياديين على الأرض بهذا الإطار طيب شو عم نحاول نعمل هون كمان عم نحاول نعمل معادلة معادلة شارعين يعني لا مش شارعين لأن تلتر بينهم شارع واحد القصة لما بتدب الفوضى بشكل واضح وشائع صارت بالتاريخ اللبناني الحديث صارت بما حرقوا دوليب وقطعوا الطرقات مين نزل فتح الطرقات بعض الطرقات هل نزلت الدولة يما نزل فريق معاكس لهذاك الفريق حاول فتح الطرقات وحصل إشكالات والدولة ما كان عندها ما بيقدر تناخدهم بأسمائهم خذي من أني المسؤولين عن أمن الدولة أمن لبنان أمن المواطنين الجيش وقوى الأمن فإذا الجيش وقوى الأمن ما عندهم غطى سياسي للتحرك لقمع مظاهرة أو لفتح طريق معين بيقدر يعملها ممنوع يعملها لأي الجيش شغلته يعملها وقوى الأمن إذا ما تغطى سياسيا بروح فرق أملي بين اثنين ما بيقدر المجتمع لا يحكم إلا بالسلطة والمشاريع كلها اللي عم تصير قدام عنايك وقدام عناين الناس كلها محاولة اللي جعل هذه السلطة عاجزة بس مش دايماً عم تنجح فكريت إنه شارع مقابل شارع أكيد ما بتنجح أو إنه فريق مقابل فريق بحطماً ما بتنجح بالنهاية عم نشوف إنه سواء كان الجيش لبناني سواء كان قوى الأمن الداخلي ما عندهم غطاء سياسي مثل ما هم بيين على الأرض لحد هلا ما حداً عم يقدر يشيل دوليب أو يشيل ولد صغير مقرر يقطع طريق إلا إذا إجيت أو إلا إذا نفذوا له مطالبه وهذا شيء يثير احتجاج فريق آخر هو إذا حرر فريقه السياسي هو يشيله بعد في سبب تالت اللي بيعطوا من برة نحن بلبنان إذا مفتكرين الشعب اللبناني العزيز إنه حرين نحن يشيله من رأسه أفيش عنا حرية تصرف لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي مفيش عنا حرية تصرف عنا هامش من الحرية هامش وهالهامش جيد إذا تحركت السلطة وتحرك الشعب ضمن هذا الهامش من الحرية منتلافى كثير إشكالات على الصعيد الداخلي ومنتلافى بوقاية من الإشكالات يلي ممكن تجينا من بره هذا الهامش الداخلي ما نستهين فيه ما نقول دايما لا بالسلطة ولا بالشعب ما يقولوا دايما تتذكري من زمان كانوا يحكوا بلغة المؤامرة نعم مش دايما بنحط فكتور أو عامل المؤامرة أنه هو عم يسير الأمور كله لا يا عزيزتي عنا هامش داخلي منقدر نتحرك فيه يعني الوزير يقدر يخذ أرارات والوزير ملك بوزارته والحكومة تقدر تأخذ أرارات والحكومة هي الماسكة السلطة التنفيذية ممنوع ما يمشو بها ممنوع ما يخذوا هذه الأرارات وإذا اضطر الأمر يلجأوا للتصويت فليجأوا التصويت علما أن القاعدة اللبنانية المهضومة يلي بتقول دايما اللبنان لا يحكم إلا بالتوافق وأنا معه بس إذا ما زبط هذا التوافق شو بدل العميل كتف دايما بعمل شي والمواطن كل يوم على الطرقات وكل يوم عبواب الوزارات وكل يوم عبواب يلي عم بيصير أبونا ويلي عم بيتم انتقاده من قبل سواء أن أكان من قبل خصم السياسي أو من قبل المراقبين اللي بيكونوا عادة محيديين يعني يعني عادة يعني ما بيشدوا مع الأطراف أنه محاولة صبغ تحرك بلون معين سواء أن أكان التحرك نصرة للجيش اللبناني يلي انصبغ باللون البرتقالي بلون التيار الوطني الحر لا رح أحكي فيها عم نحكي عم نمرق الفكرة يعني وسواء أن أكان تحرك المياومين يلي كمان انصبغ باللون البرتقالي وحتى تحرك بكرة تحرك المعاكس للمياومين طبعا حتى تحرك بكرة حتى تحرك بكرة مصبوخ في هذا اللون لأنه نواب ووزراء من التكتر سيكونوا موجودين على الأرض وقياديين سواء كان مهندسيات عبس وغيره عم يكونوا موجودين على الأرض ويصبوا هذا اللون أديش يعني وكأنه بس التيار معني بالموضوع والباقي أنه عم يحاولوا يحموا وزيرهم ولا شو عم يعملوا أولا ما فيك تشيل من الشعب اللبناني العامل العاطفي في أي تحر ولما حطيت لك السلم المنطقي بالأول لأنه العامل العاطفي غالب على العامل المنطقي في الحركات اللبنانية كلها يا أسف وهذا العامل العاطفي بيبلش بالدين ثم بيبلش بالانتماء الحزبي ثم بيبلش بالانتماء الذكوري أو النسائي تصوري بكرة يعملوا بظاهر النسوان بنزلوا كل الستات إذا العملية بدأ حق نسائي شي طبيعي ما فيك تشيل هذا المنطق من المجتمع اللبناني ومن معظم من مجتمعات العالم انتبهي الحركة السوسيولوجية في العالم أو السوسيوسياسية في العالم بتحط العامل العاطفي كعامل أساسي ومهم في تحريك الشعوب كيف بدك تجمع الناس إذا ما لبستيهم مطار عاطفي باتجاه شخص معين أو ضغط سياسي معين هذا الضغط السياسي له حسن كتير مهم له حسن كتير مهم بحيث أنه إذا الفاعل الأول أمر بالنزول بيقدر يؤمر بالرجوع بتنحل القصة أما إذا دبت الفوضى وتحوشه كيف ما كان وكيف ما كان سعادة في الناس بيبقى ناس ما تخلص القصة لا العامل القيادي له دور كتير مهم وتتمحور هذه التظاهرات حول وجوه سياسية أو محاور سياسية معينة بيكون إلى مرجع وحلو كتير يكون إلى مرجع صحيح سلبيتها طبعا لأنه توجه فريق ضد فريق أما قصة المياومين أنهم صبغوهم مع الأستاذ نبيه بري صبغوا حالهم هن كتار منهم صبغوا حالهم بارح سمعتهم على التلفزيون عم بصرخوا ببكفاية ببكفاية نتبهي مش بالنبطية طرحاتين حميين دفت مكتب علي مياوم مسيح يعني تصور إلى أين أخذت الصب قلت لك الصبغة الدينية أو أين بتأخذ فبكفاية عم بصرخوا الله ولبنان وبري وبس طيب فإذن ليش عم تصبغ حالك لأنه مش لأنه هن عم يصبغ حالهم لأنه جرب الأستاذ نبيه بالأول يدافع عنهم وهدد أنه إذا بتشلوهم بالقوة بتكون العواقب وخيمة له حق رئيس مجلس النواب يحكي هذا الكلام أكيد لأنه رئيس مجلس النواب بالنهاية مش لأنه نبيه بري رئيس حركة أمل كمان لا عم يحكي كرئيس مجلس النواب يصطفل بس صبغوا وشلوه من رئيس مجلس النواب وحطوه كشيعي فبس مش مظبوط يا أعزائي اللي يومين نبيه بري مش شيعي بس نبيه بري رئيس مجلس النواب للبنان كله بكل طواقف وكل شرائح الاجتماعية فإذا بتريده مت نيزلو لمستوى أنه ينصبغ صبغات منه بغنى عنه هو وطالع منها من زمان طالع منها من 20 سنة الزالمة مش مظبوط هذا الخبر فإذن هؤلاء المياومين يلي أضيطهم من تلك من 16 سنة ويمكن من 19 أضيطهم مش قصة أنه المياومين الأضيطة أنه كان في بكل الوزارة بكل الوزارات لما أقول كلها يعني شو كلها بكل الوزارات بأزمنة الحرب الصعبة في لبنان أجت حكومات عديدة ومتتالية أدخمت هذه الوزارات بملحقات وظيفية يومية كل وزير جيب جماعته يلي طلبون منهم جماعات أخرى خذ لهم دبر لهم وهذا عمر حسن لحتى فشوا خلق العالم صاروا يطالوا وإرشاين بدون يعيشوا الناس بالنهاية الناس الله يساعدهم ندرتين هايك بيجوا على الجمر وندرتين هايك بيجوا على المنقل بعدهم مطرحهم بعده هزيت من تحت الدلف لتحت المذربة فإذا هؤلاء المياومين اللي إجوا بأزمنة وتعاقبة وتعاقبة ما في ولا مياوم إجاب فرد يوم مع كل المياومين مستحيل هذه الأزمنة المتعاقبة ما إلا علاقة بهذه الحكومة بس إلا علاقة بالحكومات السابقة الأول والتاني والتالث والرابعة من أيام الحرب هذه الحكومة بس وهذه المرة الوحيدة بدأت تحمل كل التبعات بدأت تحمل كل التبعات بعدين لا إجا وزير يقولون مثلا هني بمفهوم هني يقولون أنه أنا ما بدي يكون كلكون في جزء منكم بده يفل جزء منكم بده هاني هؤل هذا الحل المقترح بده يفوت بإطار العدل ما بيقدر يفوت بإطار الارتجال مين ما طرحه طرحه الأستاذ جبران أو طرحته أنا أو طرحه رئيس الحكومة أو رئيس جمهوري ممنوع ينطرح حل منه سليم عادل ضد العدل ممنوع ممنوع وخلص الخبرية الحل المطروح هل هو سليم وعادل يا أبوه ما فيش حل مطروح لحد هلأ نهائي في كلام عبين زت في كلام عبين قال أنه يا أخي هذه الشركة أو هذا القطاع ما بيتحمل كل هذه الأعداد هل تنشوف شو بنا نعمل ما نحط الحل ولكن المطلوب قبل وضع الحل الطريق اللي حكينا عنها مع القطاع العام ومع الأستاذي هي ذاتها بحكيها مع المياومين الطريقة اللي عم بيطالبوا فيها بحق المشروع مية بالمية واللي لازم يطالبوا أنه يمروا ضمن إطار العدالة الاجتماعية وتشوف الدولة منها بدأت دبر لهم حقوق بطريقة من الطرق بتوزعهم على الوزارات ضروري كلهم فرد وزارة مش ضروري أو على القليل يكون في تعويضات معين مش بس هك في عدة أساليب بالدولة اللبنانية الدولة اللبنانية هي ست كيس كبير وإله مية بوز تعرفي شوه البوز؟ بوز الكيس مثلا ما بحطه الإشياء فيه هذا الكيس إله مية بوز فإذا الدولة اللبنانية اليوم بدأتطلب موظف نعم بتقدم امتحانات مجلس خدمة المدنية وبتقول نحن بنى 25 موظف لوزارة كذا ما بتتطلع وعبقولها بالفم الملآن وبالوقاح الطبيعي ما بتتطلع وين في موظفين فائضين بالدولة وبتجيبهم وتشغلهم بهال 25 وظيفة لحتى لا لا عم تفتحي باب توظيف جديد طالما عندك يا دولة فائض بالموظفين إن كان مياومين أو شو اسمهم سبتين الثاني يطرحوني حتى إذا فتحت الباب التوظيف والوظيفة الجديد وقدموا هود الناس على مجلس الخدمة المدنية ما بتطلعش النتيجة يعني بتبطل الشخصيات ومجموعات تفوت ناسها ممكن عم بيكون عم بيكون نظري صورة قدي معا مدام فتحتي هذا الباب خلينا نفتحه على مسرعي صار معمول لحد هلأ بالدولة اللبنانية سري من الامتحانات سلسلي من الامتحانات إن كان لزباط الدرك أو لزباط الجيش أو للرتبة أو للوظائف بقطاعات عديدة من سنة لا اليوم بعد ما طلعتش النتيجة بس في قبلوا الناس طلعا نتيجهم ومعبا بعدهم جاعدين بالبيوت لحقونا بالوظيف طب لا ما طلعتش النتيجة ما بعرف هل يطلع معي وزينون يما أبر مورفين للشعب اللبناني أنا بقلك شو الإطار اللي أنا عم تصور دائما بقلك أنا لأنه بدي أرفع المسئولية عن أي فريق تاني هل يا ترى سؤال مش عم بسألك عم بطرح السؤال هل يا ترى في مشروع تفريغ الدولة حتى لما بتخرب هذه الدولة تكون فارغة ما في حدا بده يتناتشه ويطع صمى واحد أنت بتخرب شو يعرفني يمكن ما تخرب ويبدو أنه الله حاطت إيدي وإجرائي معنا وبدوش يخربها لهذه الدولة قد ما يحاول إبليس وأتباعه بدون يخربوها مش عم يقدر يخربها مش عم يقدر يخربها لو أنه تخرب خربت بمثلاثين سنة مش هلأ نعم ويقولوا الآتي أعظم لا اللي مرأ أعظم وكل الناس تعرف هون عندنا في البلد هلأ ما في آتي أعظم اللي مرأ أعظم وصلنا بمرحل من المراحل بقىش في بلد لا في جيش لا في قوى آمن لا في عدلية لا في مالية ما في شي وتقصمت البلد وصار في كل ديك على مزبلته صياح طلقت بقىش تنرد وخربت البلد وما خربت البلد ويبدو أنه وكل المجتمعات العربية رح تتفتفت إلا لبنان مش رح يتفتفت ليش ليش ما أقول لك الله حاط الداوي جريش بس يعني لا أكيد لا يعني ما حدا بيقدر ما في شي فوق هذه الحالة بالتحديد ولكن تماما في شي بيتسطر على الأرض يعني بيتسطر على الأرض مجموعة روس يعني ضد مين بدك تروح تنطفد وتعمل ربيع قدرة الوعي عند المجتمع اللبنان ما تستهيني المجتمع اللبناني نحن عنا 3,000 سنة من الحضارة اللي مبنية على الديمقراطية والحرية اللي كل المجتمعات اللي حولينا ما عندنش إيها ما عندن إيها من الأول الزمان لليوم بس قداش فينا نستهلك من هذا الزواج لو من هذا الزخم الحضاري الموجود في عقول اللبنانيين الوعيين كنا خربنا وأنا بقول هد هلا بقول بقول أنه طالما العقلاء في لبنان هن المسكين الدفي لبنان سيبقى وسيخرج من هذه المحنة وكل كل العقلاء العقلاء يلي بهمهم أن تبقى كل مقومات الدولة اللبنانية لك شو هن مقومات الدولة بس أنا مش في أمونا فينا نقارن بهذه الطريقة وفي طريقتين ينقارن فيها يعني أنه العقلاء يلي بدون تبقى الدولة هلا الاثنين بدون تبقى الدولة لا 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 خديد كم السؤال في الشواطين بدينش تبقى الدولة هدي دي كم سؤال اتفضل الاثنين بدون الدولة بس كل واحد بدوا إياها لإلو ولو كين في فرق بين زوال الدولة وبين تأنتشا اللي بدوا تبقى الدولة لإلو بيكون بدوا تبقى الدولة طيب بس في فريق هلا هن بالدولة وفي ناس هدفونوا العبور إلى الدولة ولو كين مين الشلطان ومين الملاك فيهم هاو اتنين انتونين مش شطين هاو. هاو اتنين مش شطين. إذا بدك باللغة السياسية المولادة والمعارضة. هاو مش الشطين. في فرقاء في الأرض اللبنانية ما بتهمهم بقاء كيان اللبناني كما هو. انتمون لمن إذا منهم من الفريقان. هذا شيء منسميه طبور يعني. طبور خامس أو تيري. ماشي طبور خامس ولا سيدس مبينين ومبينين وعم يزروا على التلفزيون وعم يعمل خطبات أكتر مني. وماشي حالهم. وعندهم أتباعه. وعندهم جماعات وراهن. وعندهم قصص عم تشد فيهن خلايفين من جوه ومن بره. وعندهم الأعداء الذين لا يريدون للبنان خيرا. لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا كيانيا ولا رسالة. لا تنسي أنه لبنان قيمته الحضارية برسالته. قيمته الحضارية برسالته. ومنقدر نتحدى العالم كله في هذه القيمة الحضارية. يلي بتخلي يقعد الناس مع بعضهم البعض. هل إفتارات يا أختي مش عم تحضر إفتارات رمضان؟ شو قسطيك؟ إفتارات رمضان عم تجمع لك البطرق والمفتي وشيخ العقل و16 خوري و16 شيخ وكل العالم. يعطي إفتار عائده ورئيس الجمهورية. طبعا. باش مخلي حدا ببيته فخيمة الرئيس. رح يجيبون كلهم. وكأنه بديوا يعمل طاولة حوار على طاولة الإفتار. شو بديك أحسن منهايك؟ هاي ما بتشوف فيها غير مطرع. اي بس قديش بننضل بس هنلعب على وطر الصورة. هاي ما نصورة. هاي ما نصورة. يعني الصورة على طاولة الإفتار بيعدوا كلهم على طاولة الحوار فرطيت. لكن بيكفي إنه قادرين يفهموا لغة بعضهم حتى على أي طاولة كان. إلنا طاولة الإفتار. لا لا عم نحكي بمناسبة إفتار في خلط الرئيس وجمع ديجاء إفتار دولة الرئيس وهكاسك فيه كتير إفتارات. ويراد فيه يشارك فيه أنا كلهم بس مساق بأنه مش هم يعزموك؟ بلا بيعزمونا بس إنه مرات كتير بيكون ترمي الدواء. بدي أخذ الدواء بيأخذوا قبل الإفتار بانش بقدر بفتار. فالموضوع إنه أن يلتق الشعب اللبناني لو ما عنده قيمة حضارية بمخزونه الفكري ما كان بيلتقي. كان بيعتذر الواحد. قالوا ما فيه. سوري ما فيه. وخلصة خبرية. فإذن هذا الموضوع هو رسالة لبنان. ورسالة لبنان مش عم يعملوها الموجودين هلأ. بالعكس يمكن الموجودين هلأ. أقل زخم إذا ما فكفكوها لهذه الرسالة. أقل زخم للمحافظة عليها. عملوها اللبنانيين من تلت تلاف و ألفين و مية و مئة و خمسين سنة. خليني أبونا راح تابع بهذا المحور بالتحديد. بس وعي مباشرة عبر الهاتف زميلة من السرايا الحكومية. لنشوف شو عم بيصير بالجلسة مالك الشريف. صباح الخير مالك. صباح الخير سمار. أهلا وسهلا فيك. مباشرة فإذا. فضل مالك كيف انطلقت الجلسة؟ شو عم بيصير على وقع طبعا هتفات الهيئة التنسيق النقابية اللي المفروض أنها وصلت أمام السرايا. سمار عند الساعة العشرة ونصف صباحا تقريبا بدأت جلسة مجلس الوزراء بجدول أعمال عادي هنا في السرايا الحكومية برئاسة رئيس نجيب ميقاتي. جدول الأعمال من 45 بندا. في الشكل هذه كل بنود أمور حياتية واجتماعية البارز أو بالأحرى الأبرز منها هو موضوع السجون. فيه توصية ببناء سجون جديدة. هذا أبرز ما في جدول الأعمال. ولكن من خارج جدول الأعمال هي المادة الأجسم والمادة الأهم اليوم على طاولة البحث في مجلس الوزراء. كما أشرت هذه الجلسة تنعقد على وقع التظاهر التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية. انطلاقا من البربير وحتى رياض الصلوح بالفعل. بشائر هذه التظاهر بدأت تطل نحو رياض الصلوح. هناك تجمع بدأ يظهر. وغالبا مع تقدم الوقت ستكون كل التظاهر قد وصلت إلى رياض الصلوح على أبواب السراية الحكومية. رئيس الحكومة استغل هذه الجلسة لقدم موقفا أو ليستعرض موقفا له من هذه التظاهرة. وتحديدا من موضوع الأساتذة. تحرك الأساتذة ضمن هذه التظاهرة. وهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء. وقبل بحث جدول الأعمال قال الرئيس ميقاتي عن سلسلة الرتب والرواتب. نحن من طرحنا هذا الموضوع لتصحيح الاختلاف مع سائر القطاعات والجهات الأخرى. ولكن هناك البعض من أتى وأخذ هذا الموضوع وتبناه. فجئنا بعودة الأساتذة إلى التصعيد والعودة إلى ربط مطالب المعلمين الذين باعترافهم أخذوا ثمانين بالمئة من مطالبهم بموضوع السلسلة. مع أن موضوع السلسلة يحتاج إلى درس وتمحيص ولا يمكن رهن مصير الطلاب على النحو الحاصل. الإضراب حق وفق ما يسمح به القانون وما يسمح للموظف من إضراب. ولكن أن تصبح المسألة لي ذراع الدولة وكسر هيبتها ورهن مصير مئة ألف طالب. فهذا أمر مرفوض. رئيس ميقاتي قال أيضا لا يمكن القبول بتهديد الاستقرار وإرهاق الخزينة بأعباء إضافية وإدخال البلد في المجهول. واجبنا الاستماع إلى كل الأطراف المعنية لسيما من اعترض على أي زيادة ونقل مطالبه المشروعة. لقد كنا إيجابيين إلى أقصى الحدود ولكن يبدو أن البعض يفسر الإيجابية ضعفا. صبرنا على الإساءات ولكن كفى تحملنا كل الأمور بصبر ولكن كفى الدولة وهيبة الدولة على المحك. ولا يمكن الاستمرار بالمنطق السائد من غير المنطقي أن توضع تراكمات سنوات طويلة أمام الحكومة ويطلب منها بلحظة معالجة هذه التراكمات من دون إتاحة الفرصة للدرس. لما لهذا القرار من انعكاسات حتمية على مفاصل الاقتصاد الوطني. ما يحصل جزء من تخبط وحب اعتلاء المنابر وربما للنين من الحكومة والإساءة إلى أعضائها. هذا بشكل عام موقف رئيس الحكومة من موضوع السلسلة موقف تصعيدي في مواجهة التظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق النقبية على أبواب السرايا الحكومية. في ملف آخر أيضا. سمر هو لو سمحت لي سنرجع لعندك. ولكن خلينا ننتقل مباشرة إلى أمام السرايا للاستماع إلى بعض ما يقوله المعتصم. وهم بساعتين فقط قادرون على إقرار السلسلة كما حسبوا وأقروا الموازنة إلى اللقاء وإلى مزيد من التصعيد حتى إقرار السلسلة. وفاء بناء على الاتفقات ودون أي تلتك. باسمكم جميعا نرحب بمشاركة طلابنا بمشاركة طلابنا الذين سبق أن اعتصموا دعما لتحرك أساتذتهم واليوم يشاركون معنا دعما لمطالب الهيئة التعليمية وهيئة التنسيق ولمطالبة الحكومة بالتنفيذ وعودها كلمة الإدارة العامة ورابطة موظفي الإدارة العامة للأستاذ دكتور محمود حيدار إذن مشاهدين كان هذا مقتطف من ما يجري أمام سرايا أبونا الطلاب انضموا للأستاذ يعني هن المتضررين بالمنطق الطلاب هن المتضررين شو بيمنع بيجي وافد من الطلاب بينضم للأستاذ شو بيمنع مش عالك حلو حلو كتير تضامر مع أستاذ تضامر أكيد بس دا لا يرفع الضرر ما بيمنع أنه الأمر خطير حتى لو نضمينا كلنا ونزلنا كلنا نطالب بعدني أنا مصر على أنه عدم تصحيح المسابقات مش هو الطريقة الصحيحة العادلة لنعدة المطالب شو رأيك بكلام رئيس الحكومة رئيس الحكومة كأنه يا إما عم يسمعنا شو عم نحكي إذا انتبهتي يا إما نحن عم نسمعه شو عم يحكي كأنه عم نحكي نفس الكلام تقريباً بنوع من بأسلوب مختلف حتى بالأسلوب ذاته كمان نفس الكلام كلام منطقي نعم قبل ما نروح على الاثنين المباشر يلي أخدناهم كنا عم نحكي عن الدولة ومفهوم الدولة وعلى ما يبدو بلبنان لكل دولته طيب ما فينا هيك نعيش إنه هذا الفريق بيلاقي الدولة هيك والفريق الآخر لا بيشوف الدولة أولوياتها هيك ليش ما عنا بلبنان أبونا مفهوم واحد للدولة بكل دول العالم فيه أسس للدولة والكل يلي بيجي بيتبع هذه الأسس لا حدا بيجي بأسسه هو وبيجي معه إلا نحنا عنا هون دولة بمفهوم الدولة ما عنا كل واحد بيجي بيركب تركيبته وبيسميها دولة الخلاف ليس على الأسس التي تقوم عليها الدولة الدولة تقوم على أسس ثلاثة أربعة وثلاثة بالأساس وتتفرع منها الدستور دستور شي طبيعي وكلهم متفهمين عليها يتون هذا الدستور ووسيقة الوفاق لا كل مرة بيخرقوه من شي لا بيخرقوه بيخرقوه بس أنه متوفقنا هذا تاني تاني نقطة هي الأمن يعني القوى الأمنية كجيش وقوى أمن وما شابه زيديك شي طبيعي ثم التشريع يعني القانون فهذه موجودين موجودين بس شو عم بيصير فيهم عم ينشلوا مرة عم بيكونوا غير فعالين مرات لحتى السلطة التنفيذية تقدر تنفذ شو بدون يعني هي بدون مطالب السلطة تنفيذية بدأت تقول هذا الذي يجب أن يتنفذ الخلاف يا عزيزتي مش أها الخلاف أين يجب أن تتجه هذه الدولة نعم فيه فريق بده جرى شرقا شمالا وفيه فريق بده جرى شرقا جنوبا هذا الإنجرار اللي بده يفعل حاله بالمجتمع اللبناني عم بفعل حاله بطريقة خطأ لا يتم التفعيل بالطريقة السياسية فقط إنما عم بتم هذا التفعيل بمقويات ومنشطات مذهبية وهذا الخطأ اللي وقعوا فيه أو اللي ممكن يوقعوا فيه هذا الخطأ الاستفاف المذهبي الاستفاف المذهبي اللي بده يشد البلد بمقوماته الأساسية السابتة باتجاه معين فريق آخر بده يشده باتجاه معين آخر مما يجعل البلد محطار بأي لون بده يلبس أو أي تياب بده يلبس هذه الحيري هي اللي عم تخلي الواقع السياسي في لبنان يكون غير مستقيم يكون غير مستقيم هذه الحيري بيطلعوا منها أو لا بيطلعوا منها لأنهم مرتبطين بالسياسة إقليمية ودولية معناها يتبعون أن ينتظروا شواء اللبنانيين حتى يشوف السياسة الإقليمية والدولية شو أنا تعمل لحتى يشوفوا الواقع اللبناني الداخلي على أي طريق نحن ندرشع شوي إلى الاعتصال ثياب القرار السياسي في إقرار السلسلة من الأساس وثانيها استهداف هيئة التنسيق النقابية وضربها عبر الاستمرار بسياسة المماطلة وكسب الوقت وتأليم الرأي العام ضدها أيها الزبلاء رغم الاتفاقات التي عقدت مع الحكومة ما زالت المحاولات جارية لفصل رواتب الموظفين الإداريين عن سلاسل المعلمين في محاولة لضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية نحن نبشرهم ونقول لهم كما دخلنا في هيئة التنسيق النقابية تحركنا موحدين مستقلين بعيدين عن التجازبات السياسية سنخرج من هذه التحركات موحدين ورغم الاتفاقات التي عقدناها معكم ما زال الحديث من جانب الحكومة عن صعوبة التأمين التمويل اللازم لتغطية السلسلة بهدف الضغط على هيئة التنسيق النقابية لتقديم التنازلات على حساب حقوق الموظفين والعملين وهذا وهنا نقول بأننا وأخيرا وأخيرا نتوجه لرئيس الحكومة واللجان الوزارية ونقول لهم على ضوء التزاماتكم وتعهداتكم وتصريحاتكم بالأمس وقبل الأمس من أننا اتفقنا وإياكم على ما يلي الاتفاق على سلسلة الرتب والرواتب كما وردت من المالية إلى الحكومة تطبيق السلسلة من 1-7-2012 فصل الدرائب عن مشروع السلسلة تعبيل بعض درجات المعلمين في الجدوى الخاص بهم على ضوء هذه التعهدات نطالبكم بتحديد موعد سريع لإقرار هذه السلسلة وما اتفقنا عليه في أول جلسة لمجلس المزراء التأكيد مجدداً أن هيئة التنسيق النقابية موحدة أعود مجدداً إلى زميل مالك الشريف مالك نعم سمر تفضل مالك سمر على كل حال في مواجهة أيضاً هذه التظاهرة التي تشهدها ساحة رياض الصلح مقابل السراية الحكومية للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب سيكون هناك مؤتمر صحفي بعد قليل لوزير التربية حسان دياب للرد تحديداً على موضوع الأساتذة بالأرقام والتفاصيل من خلال الاجتماعات التي كانت قد عقتت في السابق مع رابطة الأساتذة حول هذا الموضوع أيضاً في مجلس الوزراء وقبيل الجلسة أكد وزير الخارجية عضنان منصور أن الدولة اللبنانية وجهت رسالة إلى الدولة السورية حول موضوع الخروقات الإسرائيلية فيها عرض لهذه الخروقات أو إشارة لهذه الخروقات السورية للحدود اللبنانية وتمني بعدم تكرار هذه الخروقات هذا ما أكده الوزير عضنان منصور قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء سمر شكراً لك زميل ملك شريف حدثتنا مباشرةً من السراية الحكومية برجع لعندك أبونا بانتظار شو رح يرد معالي الوزير حسن دياب على مبارئ يعني هلأ اليوم سلسلة التهمات متل ما كنا عم نحكي بالأول بعدم الالتزام بالوعود هلأ ننطر رد معالي الوزير تأختم بموضوع الدولة الضاعة عنها بدي أقول لك كلمة عن القصص اللي عم تصير إذا تسمح يا رب ما تخطي من أصعب الأمور اللي صعب ينلقى لحل هي الأمور اللي كل الفرقاء فيها معهم حق لما بيكون اتنين متخاصمين وواحد معهوش حق حيني تعطي الحق للي معهوحا بس لما المتخاصمين كلهم معهوحا مي بك تعطي الحق هولأ سيزي معهوحا والعمال معهوحا والقطاع العام معهوحا والدولة معهوحا والوزارة معهوحا والمالية معهوحا وكلهم معهوحا لو كش بديك تطلعي من كل الناس معهوحا صعب إني كتلاقي أمر إلا بوعي المواطنين أن هذا الأسلوب لا يؤدي إلى نتيجة سليمة وسيصل بالمجتمع اللبناني إلى يمكن مرحلة أسوأ مما يجري الآن ولو لبيت طلبات كل هؤلاء الفرقاء يعني مطلوب شوية تنازلات مش تنازلات مش تنازلات دراسي بهدوء اللي صبر عشر سنين مثل ما بيقولوا بيصبر شهر واثنين واثلاث المطلوب دراسي بهدوء واللي بدو يدرس هن 4-5 فرقاء معنيين بالموضوع اللي بدو يدرس هي فريق من الحكومة وفريق من هؤلاء المطالبين كلهم سواء مع النقابات مع أرباب العمل طب ونين أرباب العمل ما بيقوموا أرباب العمل بيقولوا ما فينا ندفعنا احنا حلوا عنا انتوا أزادزي فلوا والموظفين فلوا هتا شوف شو بيعمل لما بتفلس شركة وتقلوا للموظفين طبعا فلوا شو بيصير بيروحوا على البيت بلا الشغل وبلا تعويضات بيصير فيه دعوة منطورة تطلع نتيجة الدعوة خطأ أن تصل الأمور إلى الإفلاس الفكري إفلاس المادي بنشهد مصاري بيطبعوا عملي وقولوا خدوا خدوا طبعا هتكون وراء خدوا شو استفدنا إنما الإفلاس الفكري يعني هذا المجتمع اللبناني بده ينظر إلى دولته مش اللي هو عايش فيها هلا لبكرة شو بده يصير وبعد بكرة شو بده يصير نعم خلينا برنا نتوقف مع بريك علي نقصية نعود بعد وبنى عندنا جملة مواضيع بعد الوقت كتير رهي خلص دي عندنا موضوع الحوار وتطيير الحوار عندنا أزمة ديبلوماسية اللي هلأ متفاعلة وأنشئت في موضوع الجيش اللبناني في موضوع الانتخابات في سوريا وبنى الشيء 3-4 ساعات بريك علينا ونتابع أهلا بكم من شديد مشاهدين نعود وننتقل مشددا إلى الاعتصال بعد 11 شهر يا دولة الرئيس تحكي بالضغط هذا الضغط كن أنتو على الشعب اللبناني الشعان ما بقى فينا نحمل يا دولة الرئيس خلال عشر تيام خلال عشر تيام أما الحقومة بتكرر السلسلة أما فلترحل هذه الحكومة التي تحكم بيش ممكن أنتو وأنتو عما تقولوا له فلترحل أيها الزملاء أيها الزملاء أتابع حوار المشاهدين مع ضيف الأب كمين مبارك أنا وسهلا فيك من جديد أبونا اليوم مش هخلونا نعمل حوار مثل ما لازم مع أنه الموضوع خطير ومهم والكلام اللي عابين قال كلام مفروض ينسمع من المجتمع اللبناني يعني برافو إن كنا عم تسمعو يعني على قد ما منقدر عم يطلعوا بأوقات البريكات كميلا الحوار الحوار يلي كنا هلا قبل شوية عم نتغنى أنه قادرين بعدهم يقعدوا على الطاولة بالشكل بس بالمضمون ما حدا قدر يقعد مع حدا على ما يبدو ما بدنا نضحك عن الناس يعني طارت الحوار بسبب كنا قبل استراتيجية دفاعية عم تقصدي طاولة الحوار طبعا مش الحوار بشكل عام لما منقول حوار معروف محدد بطاولة الحوار ما هذا اللعب يصير على التلفزيون هلا هذا نوع من الحوار هي العديك من نوع آخر كنا باستراتيجية دفاعية وبسلاح حزب الله هلا أضفنا عليها الداتا والإمزي وتوابعها طيب هيدا شو هيدا محاولة تعطيل أم أيضا هو حق لما بيكون مثلا حدر معرض مثل شهر بطرسحان بتعرض لمحاولة اغتيال أو دكتور سبيل جرال بتعرض لمحاولة اغتيال وبحسب تعبيرهم هني أنه فيه تقصير من قبل الدولة ومن قبل الوزارة بموضوع تسليم الداتا بموضوع تسليم الإمزي لتعقب هذا الأمر برحسم على العلامات بيشنعون كمان عم بيقول أنه لا هذا أمر مش فلتان يعني ما حدا يحلم أنه بهالنوعية من الضغط أنه يقدر يحصل على البدء حسب معلوماتي التقنية بالداتا مش بتسليم الداتا أولا بالنظام اللبناني وبالقانون اللبناني المراقبة الشخصية ممنوعة ممنوعة ولما بتمت القصة بخصوصيات الإنسان ممنوعة الرقيبة ويستطيع الفرد اللي روقب وكشفت علاقاته الشخصية بيقدر هو يتشك يرفع قضيته أمام السلطات المعنية لحتى يحجب هذا الأمر هذا بالحالة العادية بالحالة أي حالة كان إذا كان يطل العمر في جريمة هذا موضوع تاني هذا الأصل هلأ بالفرع بالفرع القصة بتسليم الداتا وعدم تسليم الداتا ما بيصير ايه تفضلوا هاي الداتا خدوا خدوا هذا الكلام ما بيصير بالمجتمعات العلمية بدأت تتصرف أكيد مفروض يصير فيه بموجب أمر من العجالي لحتى تتسلم بعض معطيات هذه الداتا للتحقيق يعني لخدمة التحقيق ولكن هذا ما بيصير كذلك الأمر بطريقة بطريقة فوضوية لأنه ما يخرج إلى العلن حتى ولو كان فيه سرية التحقيق يخرج إلى العلن نحن نعرف أنه سرية التحقيق مش كلها الأد سرية بتسر الاعتراف عنها أكيد مش هايك هذا الخروج مفروض يصير فيه تنسيق كامل ومتكامل ودائم ما بين السلطات القائمة على أمان وأمن الشعب اللبناني من كبار المسؤولين حتى أصغر العاملين في البلد هذه السلطات يلي هي القوى الأمنية من الجيش وقوى الأمن اثنين القضاء تلاتي المنفذون لهذا القضاء تلاتتهم بدوا ينسقوا مع بعضهم البعض حتى يتقدر تسير تسليم ما يجب أن يسلم بطريقة منتظمة ومقبولة والمطلب المحدد بدوا يتسلم مش سلمون الداتا هاي واحدة اثنين اكيد اكيد التحقيق بدوا يطلب ما يجب أن يطلب اثنين ما تنسي شو صار من سنتين شو صار بالسونترالات وما فات الدرك وقبع شنط واخد شنط مش الدرك اللي باب عرف مين الشرطة قوى أمنية هاي شو فإذن الموضوع بعد منه موضوع بطريقة سليمة كله من هديك الايام لها الايام ولبكرة هذا الموضوع بعد منه محطوط بطريقة سليمة في تصرف او بخدمة العدالي في لبنان اللي كسر مرة الماضية وابع شنط واخد مديشو واخد واليوم عدم تسليم بشكل فوضوي او تسليم بشكل منظم بكرة كله مربوط ببعض والبعض الحال اللبناني غير سليمة وهذه الحال غير السليمة وتوقع المجتمع اللبناني بمطباط واحد منه هال فيتفضلوا اذا بدوا يردوا الامور الى مجرها الطبيعي اولا تعودوا الامور الى السلام في التحرك العام لما بيصير الوطن طبيعي بتصير هذه المطالب ما يعادش ينبحث فيها ما بيقود يجيبوا سيرتها بتصير القصة بتمشي بشكل روتيني شو رأيك بقضية محاولة اغتيال نائب بطرس حاربي اللي صار في اتهام انا تلفنت لتشيخ بطرس قلت له الحمدلله على السلام وهلأ اذا عم يسمعني بقول له الحمدلله على السلام مرتين اقوى اما قضية الاتهام والطريقة التي هرب فيها المسؤولون او بعض المسؤولين والدعاء انهم من قوى الامن حزب ما سمعنا وقرأنا في الجرائد طبعا هذه معلومات صحفية مش معلومات موسقة شو بك تفوتي على الهواء مع الوزير حسن دياب على الهواء خلينا نخلو معلوم هو وزيرنا ولكن بحب اكد الموضوع طبعا انا كوزير تربيب وتعليم عالي الامر اللي معني فيه الاساذة الاساذة ان كان في التعليم العام ولا في التعليم الخاص وبحب اكد على الجميع ربما البعض ما بيعرف شو صار بالاسابيع والاشهر الماضي نحن الحقيقة هذا الملف المطلبي حتى من بداية الحكومة انا المبدأ اللي متبعه انه الملفات المطلبية هي مدخل الاصلاح في القطاعات ومن هالمنطلق نحن في الجامعة اللبنانية وهذا كان حق لالون يعني كان فيه سلسلة جديدة كان صلى 14 سنة منبتت لأساس الجامعة اللبنانية وعلى ضوء هاي السلسلة نحن هلا ماضيين بكتير من الاصلاحات الأكاديمية داخل الجامعة بمساعدة كل الاسادزة والإدارة في الجامعة اللبنانية نفس الموضوع في القطاع التعليم العام إن كان على صعيد التعليم الرسمي ولا التعليم الخاص نحن الحقيقة كوزارة التربية وأنا شخصيا اجتمعت ربما عشرات المرات مع هيئة التنسيق للأسادزة وما بقول هيئة التنسيق عم بحكي عن الاسادزة في القطاع الرسمي الثانوي الاسادزة في القطاع الرسمي الأساسي الاسادزة في قطاع التقني والمهني وأيضا في القطاع الخاص طبعا المتقاعد ممثلين المتقاعدين أيضا وغيرهم هالاجتماعات المتتالية أكدت من إبالي ومن إبل وزارة التربية حق الاسادزة بمطالبهم على صعيد سلسلة الرتب والرواتب. طبعا نتيجة كل هال الحوارات اللي صارت سابقا ألف رئيس الحكومة لجنة وزارية لحتى تعالج الموضوع. اللجنة الوزارية مثل ما بتعرفوا فيها 11 وزير وكان في لجنة وزارية مصغرة اجتمعت مع هيئة التنسيق من حوالي ثلاثة أسابيع تقريبا لحتى نقر كل هالمطالب. وبالفعل تم الاتفاق على كل هذه المطالب والبرهان بعد الاجتماع مباشرة تم القرار من قبل هيئة التنسيق بالمباشرة بالتصحيح إذا بتتذكروا طبعا بعد المباشرة بالتصحيح بعد فترة يعني كان باقي يمكن ثلاثة أو أربعة أيام لحتى نطلع النتائج يتوقف التصحيح مجددا. وهيدي يعني سابقة على ما أظن ما صارت بتاريخ الجمهورية أنه الأساسي ببلشو تصحيح شوي بنوقف تصحيح. بحب أذكر أنا أنه عم نحكي عن مئة ألف طالب وطالبة ستين ألف في مستوى البرفي واربعين ألف في مستوى الثانوي بأربعة فروع. من هالمنطلة كان في طلب للتأكيد من قبل هيئة التنسيق من قبل اللجنة الموسعة لأبول الأمور اللي اتفقنا عليها باللجنة المصغرة. وبالفعل هكتم وكان فيه تأكيد أيضا من دولة الرئيس يلي لحديث اليوم بيقول أنه كل اللي اتفقنا عليه باللجنة المصغرة وبعده في اللجنة المتكاملة اللجنة الوزارية هو موافق عليه. الأسبوع الماضي اجتمعنا مع هيئة التنسيق بمكتب دولة الرئيس وأكد على هالموضوع. الحقيقة المطالب الإضافية تبع هيئة التنسيق هي أمور خارج عن سيطرة وزارة التربية. يعني نحنا من غير المنطقة وغير المعقول نقول أنه نحنا بدنا حل المتقاعدين يلي هو ردة الفعل برجعة بأكد من قبل اللجنة الوزارية كانت إيجابية أنه هذه حقوق عندهم وكذا. ولكن أنه كبسة زر بدنا نوافع عليها هذا أمر بيطلب وقت. الأمر الآخر لإضافي ربط سلاسل الإدارة بجميع الوزارات. أيضا خارج نطاق وزارة التربية. والأمر الآخر أنه وضع التاريخ للبد فيه في مجلس الوزراء بالوقت يلي اللجنة الوزارية أكدت دولة الرئيس والآن أنا هلأ طالع من جلسة مجلس الوزراء تم التأكيد مجددا أنه سلسلة الرتب والرواتب تبع الأسادزة تم التوصل لاتفاق عليها من قبل المجموعتين اللجنة الوزارية ودولة الرئيس وبالتالي من قبل هيئة التنسيق أيضا. من هذا المنطلق أنا أقول أولا هيئة التنسيق هي رافضة فصل سلسلة الرتب والرواتب تبع الأسادزة من السلاسل اللي باقي. طبعا نحن ما بدنا ما بدنا نفصل شيء عن شيء ولكن الهدف أنا من ناحيتي كوزير التربية همي همي الطلاب الطلاب يلي بعد النطرين لحديد هلأ لحتى يخدوا نتيجهم. في بعض الطلاب ثم مش قليل منه من الأربعين ألف تلميذ يلي عندهم منح وعندهم قبول من أمريكا من كندا من أوروبا. كثير من الجامعات بتفتح أبوابها للدراسة في بداية شهر قاب بمعنى آخر. النتائج إذا ما طلعت في المستقبل القريب خلال أيام خلال أسبوع بحد أقصى هولي الطلاب رح يروح عليهم المنح. رح يروح عليهم القبول يعني عم نحكي عن القضاء على مستقبل جيل كامل. الأمر الآخر إنه في عنا دورة استثنائية بتصير كل سنة. الدورة الاستثنائية أيضا بدأ تحضير بعد إعلان النتائج للدورة الأولى في عشرين يوم. هذا الموضوع إذا طال الوضع الحالي ما بيعد فينا نعمل دورة استثنائية وأنا مع الدورة الاستثنائية. إذا يعني بتنتبهوا في عنا حوالي 35% على الأقل تاريخيا بالسنوات الماضية من الطلاب بيرسبوا في الدورة الأولى بيكون عندهم فرصة في الدورة الثانية. يعني عندما نحكي مئة ألف تلميذ الدورة الاستثنائية عم بتضم حوالي 35 ألف تلميذ من عدد قليل. من هالمنطلأ أنا عم بقول التالي أنا كوزير التربية والتعليم عالي مع مطالب الأسادزة وأنا قلت هالشي من أول الطريق أبدا ما غيرت. وأنا عم بقول التالي أنه هالمطالب بما يختص بالأسادزة إن كان أسادزة التعليم الرسمي الأساسي. ولا أسادزة التعليم الرسمي الثانوي ولا أسادزة التعليم الخاص. يعني نزل بنود واضحة بمشروع القانون السلسلة الرتب والرواتب. بند خاص بأكد أنه التعليم الخاص بينطبع عليه نفس البنود للتعليم الرسمي. هذه كانت وحطينا تاريخ تاريخ للسلسلة هي واحد تموز. هذه كلها كانت مطالب أساسية لهيئة التنسيق للأسادزة. أنا بعتبر حالي كوزير تربية أقر من جهتنا ومن جهة اللجنة الوزارية ومن جهة رئيس الحكومة. والآن عم بيقولوا بمجلس الوزراء أنه هيدا أمر مبتوط فيه. أقر كل هالشي. شو الداعي شو التبرير للاستمرار بمقاطعة التصحيح. وزارة التربية غير مسؤولة عن المتقاعدين بكل الدولة. وزارة التربية غير مسؤولة عن الإدارة في كل الدولة. الطلاب مش مطلوب منهم يدفعوا سمن تأخير سلسلة الإدارة مع العلم. مع العلم أنه سلسلة الإدارة وسلسلة العسكر. أنا بحب أكد أنه لجنة الوزارية ليل نهارا تشتغل بالموضوع. وردت فعل دولة رئيس الحكومة وردت فعل اللجنة الوزارية. بالنسبة للمطالب اللي خاصة بالإدارة. هي كانت إيجابية جدا. ولكن ما في كابسة زركون فياكون. هذه الأمور فيها انعكاسات مالية. تطلب وقت. ما في حكومة مسؤولة بتقول هلأ يلا خلاص قبلنا. بالمؤابل أنا أقول كوزير تربية. أنا مش الحكومة كلها. أنا وزير تربية. طب أنا كوزير تربية حلات مشاكل أسازة. برجع أكد أنا هدفي من هالكلام مش فصل القطاعات عن بعض. أنا هدفي من الكلام هو التالي بكل بساطة. وزارة التربية قامت بواجباتها. الأسازة حصلوا على حقوقهم. صار تم إعلان هذا الموضوع من قبل الجميع. من قبل رئيس الحكومة. من قبل وزراء المعنيين بلجنة الوزارية. تم حصولا على كل حقوقهم. شو الداعي بعد نأخر مقاطعة التصحيح؟ ما عد في مبرر نأخر مقاطعة التصحيح بالوقت. هلأ لو في وقت. لو في وقت بمعنى الجماعات بعد بقيلة شهر. لا تفتح الجماعات اللي بأوروبا وأمريكا. وأنه في وقت لنقوم بدورة استثنائية بينما نعلن النتائج وبينما نقوم بالدورة الاستثنائية وبينما نقوم بالتصحيح ولعنى النتائج للدورة الاستثنائية عم نحكي أن شهر ونصف شهرين بيكونوا بلشوا جماعات لبنان أيضا. صار في خطر أيضا للطلاب اللي بدون ينضموا للجماعات في لبنان وفي المنطقة. فهذا الموضوع ما بقى يحمل يا إخوان. أنا بحب أوجه نداء لهذه التنسيق. وبحب أقول لهم أنا هيدا الكلام من موجه ضدكم. هيدا الكلام بكل بساطة. وأنتم بتعرفوا أنه أنا واقف لجنبكم. وأنه أنا كل المطالب اللي أنتو عم تحكوا فيها حربت الله. وبالنتيج اللجنة الوزارية وافقت عليها. ودولة الرئيس وافأ عليها. ما بقى بجوز التأخر بالتصحيح. بتمنى عليكم ترجعوا لموضوع التصحيح. وشكرا. برجع أقول نحن بلد ديمقراطي. هن أحرار من ضمن القوانين المرعية في لبنان يقوموا بالتحركات الديمقراطية اللي بردوها. الحكومة وأنا ما بحكي باسم الحكومة. ما بتشتغل تحت التهديد وتحت الضغط. أنا عبقول كوزير تربيه. أنا عبتكلم كوزير تربيه الآن. الأسازة يلي تحت مظلة وزارة التربيه حصلوا على حقوقهم. شو التبرير بالاستمرار بمقاطعة التصحيح. شو مرحلة بمرحلة من لا إلى الحلول. أنا كل اللي عم بقوله وبتمنى لهاية التنسيق يعيدوا النظر بهالموضوع. لا يجوز ربط الكل بالكل بوقت الطلاب ناطرين. لو ما في طلاب ناطرين ما في مانع. في عنا طلاب ناطرين نتائج. هيدا الطالب يلي يناطر نتيجته. شو زنبه بسلسلة ترتب ورواتب صلة 14 سنة ما قررت. آخر مرة عملنا سلسلة ترتب ورواتب 98. نحن هيدا موضوع ما عمره 14 شهر. عمره 14 سنة. الطالب هيدا ليش لا يدفع ثمن أخطاء 14 سنة. بالوقت اللي أنا من أول يوم أجيت. قلت لهم يا جماعة معكم حق. هيتلا نمشي. وهيتلا نشوف. وهيتلا نقر كل المطالب. وهيدا اللي صار. أخدت وقت. أخدت وقت. عم نحكي بيقطاع في 60 ألف أستاذ. مع الوزير هيدا ترجحون إلى التصديق على نتائج المدارس. ربط الله في حال. رجاءا رجاءا. هيدا الموضوع بنعالجه بوقته. أنا لا بدي أرجع للمدارس. علامات المدارس. ولا بدي أرجع للأفادي. بنكون أضرينا بالشهادة. بنكون أضرينا بطلابنا. بنكون أضرينا بالأهالي. بنكون أضرينا بالأساذة. بالقطاع التربوي. التمني أن نرجع للتصحيح. أنا بدي بعد ثلاثة أيام تصحيح. بدي ثلاثة أيام تصحيح. لطلع نتائج. بدي يوم لفرع. وبدي بعد ثلاثة أيام لفرع تاني. ما بعتقد يعني وزير التربية لما بيطلب من الأسازة مطلب من هالنوع بالوقت اللي هو ساعة جاهد بكل المطارب اللي بدون إياه وهنا بيعرفوا أنا الشغل اللي اشتغلته إنه أطلب منهم ثلاثة أيام تصحيح لحتى نطلع بالنتايج بعدين بيصعدوا أنا معهم أنا معا بقول لا ولا اللجنة الوزارية عم بتقول إنه هن ضد السلاسل تبع الإدارة بس بنت تاخد وقت عم تحكي مئة ألف موظف في الدولة شكرا إذن مشاهدين استمعنا إلى رد مع علي وزير التربية على حركة الأساتذة وهيئة التنسيق اليوم برجع لعندك أبونا أنا بدي أعتذر منك لأنه تقطعنا كتير اليوم وقدرنا نوصل ريحونا بس زعلونا لقلنا إن شاء الله بنكسبك لحلقة تانية لحتى اللي نختم وزير التربية معه حق ولا أساتذة معه الحق بس هلأ نحن بمشكلة أقول الوزير أنه ثلاثة أيام تصحيح كافيين لحتى اللي يطلعوا النتائج كلمان بعدين رجعوا وصعدوا وعملوا لباتكن أنا كنت أعمل لك تحت لهوا ببط المخص معالي الوزير معه حق لأنه كمان كمان مثل ما هموا الأساتذة وريحتهم المعيشية هموا الطلاب ونجاحهم أو رسوبهم لا يعرف حينه شو بدهم يعمل والأساتذة محقين لأنه هدف مطالبتهم هو الفرق الكبير يلي لاحظوا بينهم وبين أساتذة الجامعات أساتذة التعليم السنوي لقوا أنه معاشهم صار في فرق كبير بينهم وبين أساتذة الجامعة من بعد ما فرغت الجامعة اللبنانية أساتذتها وضع فطلهم تقريبا ما عاشتهم ونجنون في ملاحظة يمكن ما انتبهولها أكتر أو ما انتبهن لو مش داخلي بالقانون العملي إنما ما داخله بالعمل الفعلي هي إنه أساتذة الجامعة ما تتفرغ لا يحق له العمل حسب التعليمات اللي اجتنا من الجامعة اللبنانية لا يحق له العمل بأي جامعة أخرى ولا بأي مدرسة أخرى يعني هذا المعاش العطيوية فيش غيره إلا إذا أعمل مصلحة مصلحتين غير التعليم أما الأستاذ الثانوي فإله حق يعلم بهذه المدرسة 18 ساعة ملاكه ثم مع التناقص بيصير 14 وهكذا إله حق يعلم نفس العدد من الساعات بمدرسة ثانية أو ثالثة يعني معاشه قدر يدوب له من هون ومن هون بيدوب المعاشه بيصير يوازي معاش الأستاذ الجامع إنما إذا اكتفى بأجر واحد وبعدد ساعات مع التناقص بمدرسة وحدة لا بيكون في فرق بعيد بيناتهم هلأ إذا معالي الوزير بده حلها بالطرق اللي كانت تنحل فيها قديما وما ينتظر تصحيح الامتحانات ويعطي إفادات بالرغم من أنه قال ما بده يعطي إفادات ولكن إذا انخشر وبده لبي حاجات الطلاب بكرة بيضربوا الطلاب خي بنا نحن ندبر حالنا في بوادر تحرك أصلا بنا ندبر حالنا مع أنه اليوم قالوا الأستاذي إنه إجا طلاب معهم ممكن ولكن كمان طلاب تانيين بكرة ممكن يأضربوا نحن بنى نتائجنا بنى نخلص من هالواقع اللي نحن عايشين فيه بعدم بانتظار وعدم معرفة مصيرنا سنتجاه كاملة تبهي لصة مش قصة تأخير يوم ويومين وجمعة لصة بتطير سماستر بالعليلة سماستر كامل يعني بده يتأخر الطالب بجامعته سنة لا يتخرج هذي جرم بحق العدالي مش مزلوط فبيقدر معالي الوزير يرجع يلجع للأساليب القديمة مصححين من خارج الأساتزي المضربين أو من قطاع آخر في الدولة اللبنانية في كتير ناس تقدر تصلح مسابقة بدون ما يكونوا أساتزي هذا منقول خارتوشتين آخر خارتوشتين ممكن يستفيد منهم معالي الوزير إن شاء الله ما يصلين وإن شاء الله الأساتزي يجاوب معه وننهي هالأزمة يعطون حقوقهم وتصحقهم المسابقات ونطلع منها على خارج سلامة إلا إذا فيش خطام بعدها عم تشد فيهم لطريقة من الطرق لإضعاف الواقع السلطوي في المجتمع اللبنان يعني إن شاء الله يروق البلد نقدر نعمل حلقة طبيعية كاملة متكاملة ونقدر نحكي فيها بكل الواضيع في قدعمل حلقة طبيعية مش على الهواء تسجليها ويصير البدو يصير لا مهزيتها إذا صار البدو يصير بقوا تحطون على الهواء لكن لا بعد 19 سنين قال رجل تقب إحنوي لا يا أبونا ما هتوني من بيني يعني ما بدأ أكتر منها عليك الحال أنا أول شي بدأت تزير على كترة التقطيع يلي صار بالحلقة بس طبعا كنا لازم إنه نضل بالأجواء ونحط الناس طبعا طبعا شي طبيع بالأجواء وحضرتك معني أبونا بهيدا الموضوع وإن شاء الله بنوعد الناس بحلقة أخرى مستكمل فيها البنود تبعنا طبع جلستنا يلي ما قدرنا تناقشنا فيه أنا بدأ أشكرا كتير بير مبارك أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا لتفاهمات مشاهدينا الشكل الكبير لألكم لمتابعتكم وإلى الرقاة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة